معنا الشيخ أشرف عبدالجواد من علماء وزارة الأوقاف سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله أهلا وسهلا إزي حضرتك أخبار حضرتك إيه؟ والله الحمد لله والله من حق الزوجة أنت تتصنط على جزهة لما تحس بحاجة؟ دعيني بداية بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحية لحضرتك تحية للضيف الكريم معا للدكتور تحية لجمهورك وحضرتك يعني ليك جمهور عريض ومتابعين وأحباب كتير وأنا برضو من متابعين حضرتك وأشرف بكده الله يسعدك يا رب أولا مسألة التجسس إحنا عندنا قعدة في القرآن بتقول لك العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب الآية صريحة يا أيها الذين آمنوا جتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا كذلك حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا طب لو أنا شكة يا مولانا أنا مش بظن أنا شكة وأنا متغير معايا ما بقاش زي الأول يقف في البلكونة بيسرح كتير يمسك موبايله دايما يدنيش الحق برضو طيب هقول لحضرتك أولا أنا لي بعض مش هقول تحفظات لا لي بس بعض التعقبات على كلام عن الدكتور أيها الدكتور بيقول لي أنا بسطت ورحت للسكة دي مولان أولا العلاقة بين الزوجين الله عز وجل وصفها بقوله وأخذنا منكم مفاقا غليظا الحياة الزوجية قائمة على زي مربنا وصفها تماما في القرآن ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة فالحياة الزوجية قائمة على المودة والرحمة والسكة والطمأنينة والثقة والثقة المتبادلة بين الطرفين طب الثقة راحت يا مولان يعني في سكينة ومودة ورحمة الحمد لله بس الثقة راحت لأنه بدأ يعرف ناس أعمل ممكن أتأكد طيب أنه ما فيش حاجة شوفي حضرتك حتى لو حبت تتأكد أرجو أن الأمور تسير بنوع من في بعض الناس للأسف الشديد ودي بتبقى مشكلة في بعض الناس بيبقى عندها اندفاع فممكن حضرتك تيجي تتحقق أو تتأكد طب لو الناس ما عندهاش اندفاع يا مولانا أنا عايزها صريحة أنا عايزها فتوى صريحة حلال ولا حرام لا حرام التجسش كلا الطرفين على الآخر الطرفين مش بس مش بس الزوج على زوجته كذلك الزوجة على زوجها الاثنين وهذه الفتوى هي الصادرة والمعمول بها في دار الإفتاء المصرية سؤال بس كده فضلت الشيخ بعد إذنك دلوقتي زي ما حضرتك قلت العلاقة ما بين الزوجة والزوجة هي مساقة غليزة تمام؟ تمام ويكون قائمة على الثقة والعقد اللي ربنا قال عليه تمام؟ جميل من حق الطرفين ان هما يطمنوا بعض ان انا اطمن زوجتي وزوجتي اطمنني صح؟ حكيم طيب افرد انا دلوقتي حسيت ان مثلا زوجي متغير ومعايا في المعاملة مش كويس ما بقاش في مشاعر وبيبعد عني وبيتلاشاني واصبحت العلاقة فيها نوع من انواع البرود العاطفي وبقى فيه وقت بيقضيه في تليفون او وقت بيقضيه مساج دي وهي يدخل بالبيت على طول كده يكتب حاجة معينة طيب في اللحظة دي في اللحظة دي لما هو بيكون منصاق ورا مشاعر وهمية او مزيفة برا تدخل المرأة في اللحظة دي في المرأبة وان هي تشوف ايه اللي بيحصل تمام؟ خليني اقولك ان قصة التجسس كان زمان ما كانش فيه تليفونات مظبوط ما كانش فيه ايه تليفونات التجسس كان زمان يقولك ايه ان انا محطش ودني على بيت حد واسمع هم بيتكلموا جوا في ايه مكنش عندي هواتف وواتساب وفيسبوك ورسائل ومسانجر حاجات من دي فالتجسس اللي ربنا قال عليه ان انا مقفش على بيت الفلاني وحط ودني وأسمع هوا بيقول ايه ده معنى التجسس لكن أنا أتكلم دلوقتي في حصر فيه تكنولوجيا مرعبة فيك حجات بتتكتب فيه شات فيه رسال واه واه الزوجة شكت وحست أن جزها متغير جداً معاها وبقالها معاملة صعبة جداً قلت بقى كل الحجة بتاعتك مولانا رأيك إيه عايزة عايزة بقى تبدأ تلحق جزها من أن هو يطلع أو ينجرف لأن فيه ستات اكتشفت أن فيه رجاليتها متجاوزين أنا ممكن تسمح لي هقول لحضرتك طب ما هي تشوف هي مأسرة فيه ممكن حضرتك ترد علي برضو تقول لي طب هي نفترض مش مأسرة هقول لك حاجة أغلب أنا ضد أن هي مأسرة يا مولانا أنا ما أحبش الكلام دلاء أنه لو هو أسر هي مش من حقات عمل كده ولو هي أسرت ده مش مبرر هقول لك حاجة برضو يا فضلت الشيخ اتفضل مع الدكتور أغلب الرجالة اللي بيتخون ستاتهم حلوة جداً على فكرة جداً وجمال جداً جمال اللي ربنا بيقول عليه قصة كلها أنه 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 حتى تماني الزوج عادي تابع برضو مولانا عاديك سمات يعني كل كلام الدكتور أول لأنه فيه رأي تاني بيقوله حركة إيه بيلك دي أصلا أنه هو يبقى خاين فدي علاقة بينه وبين ربه ملهاش أنه يتدخل فيها نعم مش رحيب بالضبط لا يا مولانا أنا أقول لحضرتك حالة أولا طب أنا حياتي كمان عبوز محاسبة الإباد ومراقبتهم دي على الله عز وجل تمام إحنا عايزين نحسم القضية بحيث أن إحنا مش عايزين تفكك الأسر يا جماعة النهاردة إحنا عندنا حالات طلاق والمحاكم الأسر مليانة جدا إحنا عايزين حضرتك كل إنسان يتقل كل واحد يراقب ربه يعني الست اللي هي بتغوي الراجل دي واخد لبقى حضرتك ليه من الأصل يعني اللي هي اللي دخلت اللي دخلت حياتهم دي ليه من الأصل طب يا مولانا أنا أخر حاجة هسألها لك لو أنا أدرى أنه الست اللي دخلت دي أنا أدرى بنعها بس لازم يبقى معايا دليل تمام ينفع أنا كل اللي أنا عايزه حضرتك عايز الأمور تتم بنوع من السرية والتكتم محافظة على كيان الأسرة أحيانا في بعض الزوجات ممكن تروح للإنسانة دي تاخد لبقى حضرتك وتعمل مشاكل وتتخانق وكذا وكذا برضو فضحت نفسها وفضحت أولادها وفضحت الست التانية أنت مش عايزة تبقى مباحة أوي يا مولانا بالضبط إحنا عايزين الأمور تتم بنوع أنت عرفت أن زوجك على علاقة بوحدة تانية تمام نمرة واحد أشوف أنا مقصرة في إيه دي أول حاجة نمرة اتنين نمرة اتنين لو قدرت أعالج الموضوع بطريقة محترمة فيها نوع من التكتم والسرية ده هيكون أفضل ده هيكون أفضل أنت مش عايز البيوت تتخيري أنا بشكرك ونورتني وتسلم لي يا مولانا على رأسنا يا شيخنا